اشتركوا في القناة سيكون هناك الإجراءات المطلوبة في تحديد البرنامج الزمني في تحديد الدستور وفي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متابعة كويتية حثيثة لمجريات الأحداث في مصر وتطلعات لوضع إطار زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحذيرات روسية من حرب أهلية في مصر وسط استمرار الاستقطاب بين مؤيدي مرسي ومعارضيه إعلان نتائج تميز في اتصال مباشر من قبل سمو رئيس الوزراء شيخ جابر المبارك الحمد الصباح إعلان نتائج الثانوية العامة وسط تأكيدات على حرص الحكومة على جودة التعليم في الكويت 61 رحلة إضافية على متن خطوط طيران الجزيرة خلال موسم الصيف لخدمة المسافرين على مختلف الوجهات نشرة الأخبار من تلفزان الرائي أهلا بكم بالتهنئة والتبريك توجه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى أبناء الشعب الكويتي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وأعلن الديوان الأميري استقبال أمير البلاد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد المهنئين خلال الثلاثة أيام الأولى من الشهر الفضيل من الساعة التاسعة ولغاية العاشرة والنصف في ديوان أسرة الصباح بقصر بيان متامنيا دوم الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والكرامة وأن يحقق لكافة الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها ما تنشده من رفعة وأمان وتقدم والزهار هلال رمضان بات تحت مجهر وزارة العدل والتي أعلنت أن هيئة الرؤية الشرعية ستستطلع هلال الشهر المبارك مساء غد الاثنين التاسع والعشرين من شعبان في الساعة السابعة والنصف بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية موضحة أن الهيئة ستكون برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة ودعت الوزارة كل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان ليلة الغد إلى أن يتقدم لهيئة الرؤية الشرعية لإدلاء بشهادته بعد توقف دام عاما كاملا عاد المسجد الكبير لاستقبال المصلين وأداء الصلاة فيه حيث أعلن وكيل وزارة الأوقاف عدل الفلاح أن المسجد أصبح جاهزا بعد توقفه العام الماضي لإجراء أعمال الصيانة موضحا أن الوزارة أتمت جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يتطلب استعدادا يتناسب مع طبيعته الخاصة ومكانته لدى المسلمين لما يضفيه من أجواء إيمانية روحانية وقال الفلاح أن الوزارة بصدد استضافة أكثر من سبعين قارئا من مختلف الدول الإسلامية إلى جانب القراء الكويتيين ممن تم إعدادهم لفتا إلى أن المشاريع المنفذة في رمضان الماضي حققت نتائج إيجابية كثيرة وشهدت حضورا ومشاركة جماهرية واسعة وسيتم تنفيذها في رمضان هذا العام أكد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الكويت تتابع تطورات الأحداث في مصر مشيرا إلى ضرورة الإعلان عن البرنامج الزمني لتعديل الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقال الخالد أنه بحث مع نظيرته الإيطالية والتي تزور الكويت خلال جولة في المنطقة بحث الأوضاع في سوريا وشدد على ضرورة تقديم الدعم للشعب السوري ودعم التوصل إلى حل سلمي في سوريا بحثنا أيضا الأوضاع المتدهورة والخطيرة في سوريا وضرورة العمل المشترك لدعم الجهود الهادفة إلى حل سلمي لهذه المأساة بالإضافة إلى دعم العمل الإنساني للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق بالإضافة إلى تطورات الأحداث الأخيرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤكدين دعم دولة الكويت لجمهورية مصر العربية الشقيقة في كافة مساعيها المبذولة لتحقيق تطلعات وأمال شعبها الشقيق آملين بأن تحظى على الدوام بالأمن والاستقرار إن شاء الله أن يكون هناك الإجراءات المطلوبة في تحديد البرنامج الزمني في تحديد الدستور وفي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعودة مصر لتحقيق تطلعات شعبها وممارسة دورها القيادي والريادي إننا نحضر لزيارة لرئيس وزراء إيطاليا إنريكو ليتا إلى الكويت خلال أكتوبر المقبل وننظر إلى دول الخليج على أنها مرتبطة بمنطقة البحر المتوسط وقد تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعيد لا سيما الجانبان الاقتصادي والسياسي ونؤكد على أنه لا بديل للحل السياسي في سوريا باعتباره الحل الوحيد كما أننا نعمل بشكل حثيث على انعقاد مؤتمر جناف الثاني ونأمل وبعد اختيار رئيس جديد للإتلاف الوطني السوري لقوى التغيير والمعارضة في تركيا أن تتحسن الأوضاع إلى آخر التطورات في أرض الكنانة حيث لا تزال الحشود تتوافد إلى الميادين بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي ودع اتلاف من جماعات النشطاء والأحزاب السياسية إلى مزيد من الاحتجاجات لتأييد إطاحة الجيش بمرسي فيما تجدد حركة الأخوان المسلمين الدعوة إلى الاحتشاد لحين عودة الرئيس المعزول وأيضا على صعيد آخر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مصر تجازف بالانزلاق في حرب أهلية بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي وقال بوتين خلال زيارته إلى كازاخستان إنه يراقب التطورات في مصر بقلق شديد موضحا أن سوريا في معترك حرب أهلية ومهما بدى هذا محزنا فإن مصر تسير في نفس الاتجاه وقال أتمنى أن يتجنب الشعب المصري هذا التطور السلبي المحتمل أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف نتائج الثانوية العامة للقسم العلمي والأدبي والتعليم الديني والتربية الخاصة وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي تسعين وواحد في المئة وفي القسم الأدبي بلغت ستة وثمانين وثلاثة في المئة أكد الحجرف أن الحكومة تلتزم بالعناية بنظام التعليمي في الكويت وتهتم لسلامته والحفاظ على جودة المستويات التعليمية مشيرا إلى أن المميز هذا العام في إعلان النتائج حرص رئيس مجلس الوزراء على إبلاغ طلبة الثانوية المتفوقين بنتائجهم وزارة التربية وهي تحظى بشرف رعاية المنظومة التعليمية بالكويت لا تؤكد بأنها ستلتزم بسلامة هذه المنظومة وستكون إن شاء الله حريصة كل الحرص على سلامة النظام التعليمي وتطهيره من أي شوائب قد تمس هذا النظام الذي نفخر به وهو الممتد لمدة أكثر من مئة عام النظام التعليمي بالكويت واليوم إن شاء الله يستمر على أسس راسخة وأسس ثابتة تؤكد وتحرص على سلامة الأجواء التعليمية وأيضا جودة المستويات التعليمية إعلان نتائج تميز باتصال مباشر من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي حرص سموه على أن يتصل بأوائل المرحلة العلمية أو القسم العلمي وأوائل القسم الأدبي وأيضا أوائل التربية الخاصة وأيضا المعاهد الدينية ليبلقهم سموه بشكل مباشر تهاني ويبلقهم أيضا بنتائجهم التي حصلوا عليها وهذا بالتأكيد يعكس الحرص الكبير الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للتعليم والذي لمسنا أيضا من الدعم الكبير الذي قدمه مجلس الوزراء لوزارة التربية نحو استقرار ونحو ضمان جودة التعليم في مختلف المراحل حجزت المحكمة الإدارية دعوة وقف انتخابات مجلس الأمة المقبلة للحكم في جلسة الرابع عشر من يوليو الجاري وكان المحامي عادل عبدالهادي قد تقدم في وقت سابق بدعوة لوقف الانتخابات تستند إلى أن الدعوة إلى الانتخابات صدرت من حكومة منعدمة وتقدم أحد المرشحين بدعوة جديدة لوقف الانتخابات بحجة بطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الذي أصدرته الحكومة وتم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوة حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من المجاهر بالإفطار في نهار رمضان تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية وينص القالون على أن من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية صحة ما تردد في وسائل الإعلام عن وقوع حالة وفاة لراكب على متن إحدى طائراتها مبينة أن الحالة وقعت على متن طائرة تتبع إحدى شركات الطيران الخليجية العاملة في مطار الكويت الدولي والقادمة من الرياض وقال مدير إدارة العلاقات العامة في الكويتية خالد الخليفي أنه لا توجد رحلة تحمل الرقم 501 ضمن جدول رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية في إشارة إلى رقم الرحلة التي تردد أنها شهدت حالة وفاة مئتا سيارة وإطارات ومخلفات تم رفعها من منطقة برر السليبية حصيلة حملة تنظيف نفذتها إدارة الخدمات العامة في بلدية الكويت وبهذا الصدد قال مدير إدارة الخدمات العامة في البلدية أحمد الشريدة إن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الإدارة العليا بالبلدية ضمن أنشطة وفعاليات مبادرات التنظيف المستمرة التي لا تتقيد بأماكن أو أوقات محددة بهدف الوصول إلى بيئة صحية ونظيفة مشيرا إلى أن البيئة الكويتية جزء لا يتجزأ من أرض الوطن وأن حمايتها واجب وطني لمواكبة زيادة حركة المسافرين في موسم الصيف أضافت شركة طيران الجزيرة 61 رحلة على خطوط جدة ودبي وعمان والأقصر وأسيوت وصهاج والنجف ومشهد وأوضحت الشركة أنها ستشغل منها 18 رحلة إضافية لخدمة المسافرين بين الكويت وجدة في الفترة الممتدة من العاشر وحتى السابع والعشرين من يوليو خلال شهر رمضان المبارك بمعدل رحلة إضافية لكل يوم لتوفر بذلك رحلتين ذهابا وإيابا يوميا على هذا الخط وأضافت الشركة أن الرحلات ستكون إلى كل من دبي بمعدل خمس رحلات وعمان بمعدل ست والأقصر بمقدار خمس رحلات وأسيوت بأربع ومحطتين سهاج والنجف بمعدل رحلتين ومشهد بتسعة عشرة رحلة إضافية تدوير خفز البيغل الغربي والمشهور في الولايات المتحدة على الطريق العربية وتحديدا الكويتية منها فكرة تعتبر الأولى في المنطقة ابتكرتها فتاة كويتية دون أن تخشى العادات والتقاليد التي تضع الفتاة في قالب يمنعها من العمل بيدها ابتسام رمال تأخذنا في جولة إلى عالم فتاة تحدث الصورة النمطية والتقليدية عن الكويتيات هي زينب السالم مهندسة بترول اتخذت عملا خاصا بها مع شركيها كمشروع صغير تبدأ فيها الحلم بأن تكون سيدة أعمال وأولى خطوات هذا الحلم كان بجلب خبز البيغل إلى الكويت وتدويره على الطريقة العربية فكرة تعتبر فريدة من نوعها فتجد الفلافل والبذنجان والبطاطا ودبس الرمان والرهش وغيرها متناغمة مع البيغل الفكرة هي فكرة أجنبية وفيها طبعا أشياء ناس الأمليت وكريم تشيز موجودة وضفنا عليها ناس الفلافل وضفنا مثلا البيديان وبطاط بس معها توسط يعني البيديان وبطاط مو العادية فيها مثلا دبس الرمان فيها شيء غريب راح تشوفينا مثلا الحلوم شيء شرقي ضفنا وضفنا عليه مثلا البستوسوس شيء إيطالي معه فتاة كويتية تعمل بيديها وتصنع السندويشات مشهد من النادر أن تراه في المجتمع الكويتي ولكن زينب كسرت الصورة النمطية التي وضعت فيها ابنة الكويت وطالبت المعنيين في الدولة بدعم قدرات الشباب عادي it's something خلاص صار احنا بألفين ثلاثة عش مفوظن شيء الفكرة أنه ما يصير بني كويتية تشتغل ولا ما يصير شاب كويتي يشتغل عادي أنا رسالتي للدولة شوية ساعدوا الشباب يعني احنا ما لنا ظهرتونا يعني نطالعين تونا بنفتح شيء بنسول لنا بزنس فبالشؤون بالعمالة يعني تمراكز وراء الوزارات شوية تتعبنا في ناس وايد عندهم أفكار حلوة بس تقول لك أنا ماني خلق أركض من وزارة إلى وزارة فتمنى تسهلون علينا العملية وغايدس يعني هي تحدث العادات والتقاليد وكل ذلك من أجل تحقيق حلمها ولتثبت أن الفتاة إن خرجت من قوقعتها تستطيع النجاح والاعتماد على نفسها تحقيق مشاريع الشباب على أرض الواقع لم يعد مستحيلا فزينب كسرت حاجز التحدي وخاضت سوق العمل المنفرد والصغير ولكنها طالبت أيضا المعنيين في الدولة بالاهتمام بفئة الشباب ابتسام رمال أرأي هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل مؤشرات البورصة تتأرجح بين الانقفاض والارتفاع أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية على انخفاض في مؤشريها الوزني وكويت 15 أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها بواقع 15 نقطة المئوية للمؤشر الوزني ونقطة 39 عشرا لمؤشر كويت 15 في حين ارتفع المؤشر السعري بواقع 23 نقطة وثمانية أعشار وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 27 مليون و300 ألف دينار كويتي تمت عبر 6423 صفقة بلغت نسبة إشغال الفنادق خلال شهر إبريل الماضي 67% بارتفاع قدره 19 و16% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق وقال تقرير عقاري متخصص أن متوسط رسوم الحجز اليومي ذات الفنادق في البلاد سجل نموا في إبريل الماضي بنسبة 7.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ليبلغ متوسط النمو ما قيمته 310 دولارات وذكر التقرير أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من 57% إلى 64% في وقت ارتفع متوسط رسوم الحجز اليومي بنسبة 4.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل ختام بطولة شيخ صباح السالم الحمود السنوية للرماية أولى مسابقات الأكاديمية أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية في أولى بطولات أكاديمية الشيخ سعد العبدالله للرماية الأولمبية والتي ينظمها النادي الكويتي للرماية بهدف اكتشاف المواهب وسقلها اختتمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بطولة الشيخ صباح السالم الحمود الصباح السنوية للرماية والتي شملت على مسابقات رماية الرصاص الأولمبية ومنها بنقية ضغط الهواء والمسدس الهوائي للجنسين إلى جانب رماية الأطباق الطائرة لمسافات الاسكيت والاتراب وشارك في البطولة التي استمرت يوما واحدا عدد كبير من الرماية الصغار من الجنسين أشكر نادي الرماية الكويتي على جهوده في تفعيل وتنظيم يعني عديد من دورات الخاصة في الناشئين وناشئات من خلال خطة أكاديمية الشيخ سعد العبدالله للرماية وما في شك هذه الأكاديمية هي من أحد أهم أسباب تطور رياضة الرماية ونظرها للمستقبل وكما أهني النادي على ما حقق أو يحقق من إنجازات دولية يشكرون القائمين في مجلس إدارة على الجهود اللي قدمونا وفي هذه المناسبة أهني أبنائي وبنات الفائزين في بطولة صباح السالم الحمود السنوية لمدرسة الرماية شكر لكم كوسائل الإعلام لتشجيع الشباب والنشء خاصة في فترة العطلة الصيفية استفادة من طاقاتهم واستثمارها بما يحقق إنجازات لوطنهم وأنفسهم شكرا لكم وفق إن شاء الله حقق العداء عبدالعزيز المنديل فضية البطولة الأسيوية لألعاب القوى المقامة في الهند في مسابقة المئة وعشرة أمتار حواجز بتسجيله 13 ثانية وثمانية وسبعين جزءا من الثانية وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة أمين صندوق الاتحاد الكويتي لألعاب القوى محسن العجمي أن اللاعب علي الزينكوي حقق أيضا في الضية الإطاحة بالمطرقة في نفس البطولة مسجلا أربعة وسبعين مترا وسبعين سنتيمترا التي يشارك فيها نخبة من أفضل الرياضيين في القارة الأسيوية من أصحاب الإنجازات على كفة الأصيدة وصلنا إلى نهاية النشرة تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر الراي ميديا جروب وعلى اليوتيوب الراي تيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة